اهلا وسهلا بكم في المحاضرة العاشرة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب هذه المحاضرة راح تكون اوامر متفرقة بداية نفتح ملف جديد File New وراح يكون Pixel ويكون 1000 Pixel في 750 Pixel 72 ونظام اللوني RGB لو فتحنا صورة وليكن هاي الصورة طبعا حتى استنسخها من Select All Edit Copy ومن Edit Paste هاي الصورة طبعا حتى اصغرها يفضل قلنا Shift ويضغط على المقابض حتى لغرض ضمان نسبة الطول الى العرض عند التصغير واضغط على علامة الصح طبعا حتى استنسخ هذه الصورة توجد عدة طرق فهي الضغط على مفتاح Alt الى ان يصبح الماوس له جزء اخر بلون ابيض ونستمر بالضغط على Alt وclick بالماوس ونسحب الى ان يتم او تتم عملية الاستنساخ مثل ما تلاحظون يصير عندنا عملية استنساخ وكل نسخة راح تكون بطبقة مستقلة هذا اللي هو الامر الاول اللي هو الاستنساخ الامر الثاني اللي هو المحاذات نفرض انه هذه الصور بهالتشكيلة واردنا محاذات ومساواة الصور من الاعلى يعني افقيا فش نسوي نحدد الصورة الاولى والثانية او الصورة الاولى والثانية والثالثة بعد ما حددناهن عندنا من اداة move عندنا مجموعة خيارات من ضمن هذه الخيارات هذا الخيار اول واحد اللي هو line top edge يعني محاذات الحواف من الاعلى من جهة top مقصود بها افقيا طبعا حتى تم عملية المحاذات اضغط كليك على هذا الخيار راح الاحظ انه الصور تساون من الاعلى اذا اجي الاحظ انه المسافة بين هذه الصورة والصورة البل منتصف تختلف عن الصورة البل منتصف والصورة اللي بالطرف اليساري هذه المسافة اكبر من هذه المسافة اذا ارد ان اساوي المسافات لابد من عمل توزيع تلقائي التوزيع التلقائي ايضا يتم بتحديد الاطراف الثلاثة او الاجزاء او الطبقات المراد عمل توزيع لها من اداة move ونختار هذا الخيار اللي هو توزيع افقي للعناصر طبعا مثل ما تلاحظون تساوت المسافات هذه المسافة ويها هذه المسافة وصار عدة توزيع افقي نعمل نفس العملية بشكل عمودي للطبقات طبعا نحدد هذه الطبقة والطبقة الثانية من خلال control نستمر على control ونحدد الطبقة الثالثة وممكن ان نختار محاذات الى اليسار هذا الخيار من اداة move ونختار هذا الخيار اللي هو محاذات من اليسار ونختار هذا الخيار اللي هو توزيع افقي للعناصر او توزيع تلقائي مثل ما نلاحظ انه العناصر اصبحت متساوية من جميع الاطراف هذا فيما يخص المحاذات ممكن انه ناخذ مثال اخير ممكن عنديه هذه الطبقة وهذه الطبقة لو اردنا ان تكون في منتصف الطبقة الرئيسية طبعا نحدد الطبقة الاولى والطبقة الثانية ونختار محاذات نختار محاذات افقيا ومحاذات عموديا الى الوسط عموديا الى الوسط وافقيا الى الوسط مثل ما تلاحظون اصبحت في المنتصف تماما الامر التالي هو الانعكاس flip والانعكاسات له نوعين flip horizontal وflip vertical يعني عموديا وافقيا لو استنسخنا هذه الصورة واردنا هذه الصورة تكون مناظرة للصورة الاولى يعني معكوسة طبعا من edit ونختار الامر transform من edit transform وعدنا هنا flip horizontal وflip vertical flip horizontal هو انعكاس افقي نختاره مثل ما تلاحظون اصبحت الصورة معكوسة تماما للصورة الاولى نرفع الصورتين الى الاعلى ونستنسخ صورة ونحاول ندورها ونصغر حجمها ونستنسخها نستنسخ هذه الصورة واذا اردنا عمل انعكاس للصورة بالاسفل ايضا نحدد الصورة اللي بالاعلى ومن edit transform ونختاره في ونصغر حجمها ونصغر حجمها ونصغر حجمها ونصغر حجمها مثل ما تلاحظون بالحالتين صار عندنا انعكاس ولكن بالحال الاولى انعكاس افقي وبالحالة الثانية انعكاس عمودي الامر التالي هو نافذة swatch طبعا نافذة swatch اللي من لم تظهر له من وندو ونتأكد من تفعيل علامة الصح على الامر swatch يمكن اضافة الوان لهذه القائمة الوان تلقائية من خلال ان نقر على هذا الخيار اللي هو الخطوط والسهم ومن ثم نختار طبعا هذه كلها الوان الوان اضافية نختار مثلا هذا الخيار اللي هو ANBA color ونضغط عليه click وطبعا نختار append اضافة رح الاحظ انه راح تنضاف هذه الالوان واقدر طبعا اختار بعد مثلا DIC append والاحظ انه مجموعة الوان ضخمة جدا مثلا اختار مثلا هذا الخيار append ومثل ما تلاحظون مئات الالوان واذا طبعا صارت الالوان كثيرة وحبيت انه ارجعها الى وضعها الافتراضي اختار reset swatch ووكي وراح ترجع الالوان اللي وضعها الافتراضي الخيار التالي هو تحويل الناس الى صورة طبعا لو اضفنا ناس مثلا عالم بها الاحترافي عالم بها الاحترافي لو اردنا استقطاع كلمة بها من خلال اداة selection rectangle يعني اذا اجيت هنا حددت بها بس كلمة بها من هذه الطبقة ورحت على اداة الموف اجيت ارد احرك بها راح تتحرك كل الكلمة لان الطبقة على شكل text على شكل نص وليس على شكل طبقة اعتيادية فحتى اقدر اتحكم بالصورة اتحكم بالنص بشكل منفصل لابد من تحديد او تحويل النص الى طبقة اعتيادية من خلال اكليك ايمن عن نص واختار restrise type اصبحت طبقة اعتيادية وانحذف حرف الت او علامة الت وطبعا بعد ما حولت الى طبقة اعتيادية اقدر اتعامل بالصورة بشكل منفرد تماما تماما ومثلا عالم اقدر ادنيها اكبر حجمها نستخدم ان شاء الله الtypographic رح نتعلم ان شاء الله بالمستويات القادمة اللي هو كيفية التحكم بالنصوص وتجزئتها وتشكيلها بشكل منفصل حتى نقدر نصنع بها تشكيلات جميلة مثل ما تلاحظون هنا مثل ما تلاحظون اصبح عندنا هالتشكيل تشكيل سريع وسهل ونقدر نصنع شعارات من خلال التشكيلات بالنصوص بحمد الله انتهى المستوى الاساسي ونلتقيكم في المستوى القادم المستوى المتوسط بإذنه تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة